موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة إخبار الثالثة ونصف من قناة السعودية والبداية بالعناوين المملكة تعريب عن قلقها البالغ إذا أعدم تنفيذ إيران التزاماتها النووية موسيقى قوات التحالف تدمر موقعا لإطلاق المسيرات المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبهى الدولي موسيقى حيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف مائتين واحدا وسبعين مواطنا ومقيمة لتورطهم بتهم رشوة واستغلال النفوذ وتزوير موسيقى أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الألم والأسال ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في باكستان في هذا المصاب الجلل كما قدمت خالص العزاء والموسى لأسر المتوفين ولجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعب مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وكان مسؤولون باكستانيون قد أعلنوا مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا معظمهم من النساء والأطفال جراء الزلزال الذي ضرب مناطق من إقليم بلوشستان وعضف المسؤولون بأن نحو مئتين أصيبوا فحين تحدثت هيئة إدارة الكوارث عن انهيار أكثر من مئة منزل وأضرار جسيمة لحقت بعدد من المباني والمقر الحكومية وتشريد المئات إثراء الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من خمس درجات على مقياس رختر أعرب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلم عن قلق المملكة البالغ إزاء عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية مؤكدا على همية حل هذا الملف لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة تعبر المملكة العربية السعودية عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وترى بأن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة إن استمرار إيران في تقصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة وإن المملكة العربية السعودية تأمل أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البلستية وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية وأكد المعلم إن المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي المسارعة في دعم إيشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم ترى المملكة العربية السعودية أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تكمن في المسارعة إلى دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم لسيما في منطقة الشرق الأوسط إنه لمن المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في ظل توافر المقومات والانتزامات الدولية لتحقيق هذا الهدف استنادا إلى القرار 1995 ومخرجات مؤتمر مراجعة عدم الانتشار معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 وفي هذا الشأن نعيد التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة بسرعة الانضمام للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدد مندوب المملكة على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الأمن والأمان التابعة لوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءتها سيد الرئيس تؤكد المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعايير الأمن والأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها كما تدعم تسهيل نقل التقنية والخبرات المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي هذا الشأن تؤكد المملكة العربية السعودية على الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمكين الدول من تطوير قدراتها وإمكانياتها ودعم برامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدريب الكوادر البشرية والمساهمة في نشر ثقافة استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقال المعلم إن المملكة ترى بأن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية إن المملكة العربية السعودية ترى بأن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية والعمل على النهوض بالمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية إن خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل تتمثل في أنها منظومات معرضة للأخطاء والأعطاء الفنية إن حادثاً عرضياً تتعرض له أي منشأة نووية يمكن أن يسبب حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة في محافظة الصعدة اليمنية والتي حاولت استهداف مطار أبهى الدولي أوضح التحالف أن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء عن وقوع أربع إصابات طفيفة لأربعة من العاملين في مطار أبهى وتهشم زجاج بعض الواجهات وذلك بعد اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبهى أكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في مطار أبهى المدني تمثل جريمة حرب مشيرا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبهى من جهة ثانية أعلنت قوات التحالف لدعم الشرية في اليمن عن تدمير ثلاثة زوارق بموقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة فيما أكدت قوات التحالف أن جهودها أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كما أعلن عن تدمير موقع لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة ونتج عن استداف الموقع تدمير طائرتين مسيرتين تم تجهيزها لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة دانت الحكومة الأردنية اليوم الاحتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة وآخرها استهدافها لمطار أبهى الدولي بطائرة مفخخة مسيرة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية عبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول عن دانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة استداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية مؤكدا على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها من جانبها دانت جمهورية جيبوتي واستنكرت بشدة محاولة استهداف مطار أبهى الدولي بمسيرات مفخخة وأكد جيبوتي على لسان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بام خرمة عن تأييدها الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة أفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية هذا وعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستداف مطار أبهى الدولي مجددا وأكدت أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أدعت المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة كما عربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استداف مطار أبهى الدولي من خلال طائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها إن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها اشتركوا في القناة أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم معالية محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد أصويان واشد سموه بتحول التقني في التعاملات الحكومية والاستفادة من التقنيات المتاحة والبنية التحتية الكبيرة التي تمتلكها المملكة بدعم من القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين بدوره قدم معالي محافظ الهيئة الرقمية لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضا عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية كما شهد صاحب السمو الملكي أمير صعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية في مكتبه اليوم توقيع مذكرة تفاهم مشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الطوارئ باستخدام تقنية التحكم بالإشارات بين لجنة السلامة المرورية وعدد من الجهات منوها بالتكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن والمقيم وما ستسهم به الاتفاقية في سرعة وصول الجهات الإصعافية والفرق الميدانية لموقع الحادث في أسرع وقت من خلال توظيف التقنيات الحديدة تمنا صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الجهود التي تبذل لإقامة ملتقى الوطن الإبداعي السعودي في منطقة نجران خلال الفترة المقبلة بتنفيذ من جائزة الأمير صيتة بن عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة نجران وإدارة تعليم نجران ومجلس شباب المنطقة جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني المنسق العام للشراكة الخماسية راشد آل منجم ومستشار جائزة الأمير صيتة علي اليامي وأمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبد الله بن منيف ونوه سمو أمير منطقة نجران بما يقدم من جهود من قبل جائزة الأمير صيتة في مختلف الأعمال الاجتماعية ودورها الفعلي في تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات والمنتديات كما دشنا أمير منطقة نجران اليوم رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في المنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم مدير فرع وزارة الرياضة في منطقة نجران عبد الله الشباب ورئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في المنطقة مهدي بن جوبان وأعضاء مجلس الرابطة وطلع سموه على عرض مصور عن المهام والأهداف متمنا إنشاء الرابطة لما لها من فوائد عديدة تشغل فراغا الناشئة والشباب وتعود عليهم بالفائدة إضافة إلى تغذية الأندية والمنتخبات بالمواهب متمنيا التوفيق للرابطة في مهامها أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أعمال ملتقى الأمن والسلام في شريعة الإسلام الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة بحضور الرئيس العام للهيئة إطرى ذلك قد قدم عرض مرئي عن الملتقى الساعي إلى التعريف بجهود المبلكة بنشر الأمن والسلام وبيان أبرز مقوباته وإضاح الأمن والسلام في الدعوة المحمدية وكيفية تطبيقها عملية وكرم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية حفل إطلاق الملتقى المشاركين والقائمين على إنجاح أعمال الملتقى كما شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه توقيع مذكرة تعاون بين فرع رئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة ومؤسسة الشيخ محمد العظيمين الخيرية وتهدف بنود المذكرة إلى السعي إلى تحقيق التكامل بما يفيد المجتمع ويترجم رؤية المملكة 2030 من خلال التبادل الثقافي والمعرفي وإقامة الندوات والملتقيات وتنظيم ورش العمل للاستفادة من إمكانات وقدرات طرفي الاتفاقية في ذلك بما يسهم في ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المنحرفة والقيام بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الأمن العام كما افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم فعاليات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في نسخته الأولى وبمشاركة فاعلة لملاك الإبل نتابع على مساحة تصل لمليوني متر مربع وبفعاليات تستعرض الموروث الثقافي والاجتماعي للإبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أطلق النسخة الأولى لمهرجان العقيلات لمزاد الإبل بإشراف إمارة وأمانة المنطقة وتنظيم مجموعة سلام البيطرية أمير القصيم وقف على مسارات العرض وساحات المزاد والفعاليات المصاحبة التي تتضمن برامج متنوعة تعنى بخدمة الإبل وملاكها هذا المهرجان هو حلم وتحقق حلم مهرجان العقيلات كان يراودني الحقيقة منذ أكثر من 15 سنة وكنت أنادي بأن يقام مهرجان العقيلات وكان الحقيقة هناك اجتهادات في كيفية إقامته سواء هل يكون في داخل المدينة هل هو يكون مهرجان عام هل هو متخصص ولكن والله الحمد هذا الموسم والأشهر الماضية توصلنا بأن يكون مهرجان العقيلات لمزاد الإبل ولجزء من ما كان يقوم بالعقيلات ألا وهو استخدامهم للإبل في رحلاتهم الداخلية والدولية وفي تجارتهم وعصاميتهم الذي يؤرخ لتراث وموروث لأهالي هذه المنطقة وليس الحقيقة محصورا على مكان دون آخر وإنما هو جزء من عصامية أبناء هذا الوطن القصيم جزء من الوطن الغالي ويفتخر أبناء القصيم بالعقيلات والعقيلات يفتخرون بأنهم ينتمون إلى المملكة العربية السعودية ويسهم المهرجان في تاريخ رحلة رجال العقيل كما يفتحوا آفاق تعاون محلية ودولية اليوم طالع عمرك نبغى الحدث هذا يظهر كإرث تاريخي ويسجل في المنظمات الدولية كإرث تاريخي للمنطقة وللمملكة يجب أن يكون طالع عمرك هالعمل موثق موثق مسجل يتم له مهرجان سنوي مهرجان دولي لأن العمل كان دولي من أساسه هذا من الأعمال الدولية في تأسيسها كانوا الناس ينتقلون من القصيم إلى البلاد المجاورة وينقلون ثقافة وينقلون بضائع وأيضا يجلبون ثقافات ويجلبون بضائع رزنامة من البرامج العلمية والاقتصادية والطبية يقدمها المهرجان على مدى ثلاثون يوما تعنى بخدمة ملاكي وهواتي الإبل لأخبار السعودية علي العطينان بريدة استقبل الصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وكيل وزارة الصحة العامة رئيس القيادة والتحكم في وزارة الصحة الدكتور هاني جغتار ونقش سمو خلال اللقاء الوضع الصحي الحالي في المنطقة والبرامج المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ونوها سمو بالجهود التي تبدلها الوزارة للرفع من مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفدين كما استقبل سموه اليوم صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود عضو مجلس الأمانة لمؤسسة جائزة الأميرة سيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي نائب رئيس اللجنة التنفيذية وتسلم سموه كتابا من اصدار الجائزة بعنوان جهود المملكة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا داخليا ودولية مشيدا بالدول الفاعل الذي تقوم به جائزة الأميرة سيتة بنت عبد العزيز في المجالات الاجتماعية والابداعية التي تحفز وتدعو إلى التميز في العمل الاجتماعي من جهته ثمن سمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله لسمو أمير منطقة الجوف دعمه غددا من المتقيات والبرامج الاجتماعية والابداعية والشبابية التي تعود على المنطقة بالفائدة وتحفز وتساعد على التميز في العمل الاجتماعي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم معاليا محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وأشهد سموه بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة قفضها الله لتسخير التقنية في جميع مجالات الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة الرقمنة للأعمال والتعاملات باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر الصفر الماضي حيث حققت مع ستمائة وتسعة وثلاثين متهما في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت مائتين وواحدا وسبعين مواطنا ومقيمة وقالت الهيئة في بيان لها إن الموقوفين تضمنوا موظفين بعدد من الوزرات والائيات عضحت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لحالتهم للقضاء وبانت الهيئة أنها باشرت اقتصاصاتها ومهمها من خلال عمل عشرة آلاف وثلاثمائة وتسع وعشرين جولة رقابية داعية الجميع للتعاون معها لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إدارية حصدت موهوبات تعليم المدينة المنورة المركز الثاني عالميا في بطولة الروبوفيست الدولية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عن بعد وجاءت مشاركة الطالبات الموهوبات التي عبرنا عن سعادتهن بالفوز في هذه المسابقة وتطلعاتهن لتمثيل الوطن تمثيلا يليق بمكانته الريادية ورؤيته الطموحة ولتفاصيل أوسع مشاهدين الكرام التحق بنا مراسل وإخبار السعودي الزميل مصطفى عباس مصطفى أهلا وسهلا بك ابتداء ثم مصطفى حدثنا عن هذه البطولة وعن هذا المنجز لموهوبات تعليم منطقة المدينة المنورة وكيف جاء يا مصطفى هذا المنجز متسقا مع كل تلك الجهود الكبيرة التي تبدل على مستوى الوطن في سبيل الوصول ونيل مواطن التميز والرفع تفضل مصطفى أهلا بك يوسف وبالسعر الكرام المشاهدين أينما كنتم وبالفعل أضيف إلى هذه المقدمة يوسف انضم في المشاركة العالمية فريقين من إدارة الموهوبات بتعليم منطقة المدينة المنورة الفريق الأول تمثل في ثلاثة طالبات أما الفريق الآخر فتمثل في طالبتين حقق الفريق الأول المركز الثاني عالميا في هذه المشاركة وهذه المسابقة الدولية والتي يقيمت في جامعة لورانس التكنولوجية بولاية مشق الأمريكية لا شك الفريقين مثل مملكة العربية السعودية خير تمثيل من خلال هذه المشاركة الفاعلة تم توفير من قبل إدارة الموهوبات بتعليم منطقة المدينة المنورة جميع الاحتياجات وأيضا كانت هذه المسابقة الدولية تخص المجال الرقمي الخاص بالروبورتات وتم توفيرها أيضا لتعليمهم عن بعد حتى حققوا هذا المنجز العالمي على مستوى العالم وأيضا حتى يتم بها تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين لنأخذكم بالتفاصيل أوسع يوسف والسادة كرام المشاهدين تنضم معي في اللقاء باسمكم السادة ابتهاج أبو تويمة وهي مشرفة الموهوبات بتعليم منطقة المدينة المنورة السادة ابتهاج أهلا وسهلا بك عبر نشرة السعودي نتحدث اليوم عن منجز جديد لكن في بداية الأمر دعينا نتحدث عن البطاقة التعريفية لهذه المشاركة الدولية أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بالنيابة عن مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة سميرة عوض الأحمدي تتقدم إدارة الموهوبات بالشكر لمدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر العبد الكريم وللمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة مريم بنت عقيل الجهني وكذلك لمعلمة الموهوبات المتميزة الأستاذة عمرة بيت هذا الفوز المشرف للوطن كون فوز الطالبات المركز الثاني على مستوى العالم في هذه المصابقة طبعا هذه المصابقة تقوم على أساس إتاحة الفرصة للمشاركين في التنوع باستخدام الروبورتات المستخدمة أدوات أو أجزاء أو إلكترونيات متخصصة يمكن برمجتها بأي لغة طبعا المصابقة التي فازوا فيها الطالبات هي البوتر السوم طبعا هذه تقوم على فكرة هذا المجال على دفع الزجاجة من فوق الطاولة أو بقاء الروبورت على الطاولة آخر الروبورت تبقى على الطاولة تعتبر هذا هو الفوز بالنسبة لهذا المجال وهذه فكرة المجال أستاذ ابتهاج جميل هذه المشاعر وفرحة الطالبات بحصولهم على المركز الثاني كيف كانت مشاركتهم الفاعلة كيف ترصدون الفرحة عند تلقي خبر الفوز لهم ما شاء الله الطالبات كانت مشاعرهم واضحة على مستوى العالم كانت تتمثل طالبات موهوبات منطقة المدينة المنورة قامت إدارة الموهوبات بإشراف ومتابعة من مديرة الإدارة أستاذة سميرة بتزويدهم بروبورتات في الفترة الصيفية تدريبهم عن بعد متابعتهم وصولا إلى هذه النتيجة والحمد لله أستاذ ابتهاج من خلال هذا الدعم من قبل إدارة الموهوبات متمثل بمنطقة إدارة التعليم ومنطقة المدينة المنورة ما هي أبرز أهدافكم اليوم التي تسعون من خلالها لدعم هؤلاء الفتيات وهؤلاء الموهوبات من أهداف ورؤية إدارة موهوبات منطقة المدينة المنورة تطوير المساهمة طبعا نحن نسهم في المساهمة في تطوير المستوى الأكاديمي وتأهيل الطالبات والطلاب طبعا لتحديات طبعا سوق العمل احتياجات سوق العمل حاليا كذلك تحديات الاقتصاد الرقمي أيضا التوسع في مهارات أو تطوير مهارات العمل الجماعي القيادة عند الطالب لا بد أن نورس فيها القيادة طبعا الإبداع عند الطالبة والتواصل وحل المشكلات وأيضا نساهم أيضا في التحفيز الطالبة في طبعا الاهتمامات في العلوم في الهندسة في الرياضيات من أهم رؤية إدارة الموهوبات منطقة المدينة المنورة دعيني أختي معك أستاذ الابتهاج يعني لا شك كان التدريب من خلال المرحلة والإجازة الصيفية عن بعد لهذه المسابقة وربما يعني من خلال هذه المسابقة تجد صعوبة ربما الفتيات والمهوبات بالتعامل عن بعد عبر هذه التقنة وهذه الريبوتات كيف تمت التشاركية عن بعد وكيف تمت أي أعمال التدريب وخصوصا أنه موضوع صعب يعني كونه تقني كانت فعلا فيه ظروف استثنائية خلال الجائحة ولكن ما شاء الله تم تدريب الطالبات على مراحل وعلى تدريبهم على أزاء معينة من المسابقة كل مرحلة من هذه المراحل التي تم المشاركة فيها عن بعد بطرح الفريق لمشاركاتهم عن طريق بث مباشر من خلال لجنة التحكيم ضمن منظمات محددة يعني تنظيم محدد من قبل فريق المسابقة تم عرض مشاركات الطالبات مع لجنة التحكيم في مراحل مختلفة يعني ومتفرقة كلمة تختمي بها لطالباتك وموهوباتك بعد تحقيقهن هذا الفوز والله نيابة عن مديرة الإدارة أستاذة سميرة الدائمة الرئيسية في دعم الموهوبات وفريق العمل وكذلك معلمات الموهوبات في المدارس يعني هنيئا للوطن هذا التشريف وتصدير كوادر تمثل المملكة على مستوى محلي ومستوى دولي فهنيئا للوطن وهنيئا لتعليم المدينة للطالبات الموهوبات مبارك الله فيكم إذن كل الشكر لضيفتي وضيفتكم العزيزة الأسادة ابتهاج أبو تويمو وهي مشرفة الموهوبات بدار التعليم المدينة المنور لا شك اليوم يعني يوسف هذا الإنجاز وبالرغم من الصعوبة في خوض هذا التحدي ولكن بشراسة وبجسارة قدموا هؤلاء الفتيات المركز الثاني وحققوه على نظيرهم من مختلف إدارات التعليم على مستوى العالم هنيئا طبعا لهم ولأسرهم ولجميع الداعمين ومن خلفهم لتحقيق هذا الإنجاز هذا كل ما نديه في هذا الملف السار والتحقيق الجميل للمملكة العربية السعودية أعود إليك يوسف مجددا بالصوت والصورة والكلمة نعم مصطفى هنيئا لنا جميعا ولمن حقق هذا المنجز وهنيئا للوطن شكرا لك مصطفى وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات شكرا لكم تشهنى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الهوية الجديدة للوزارة وعلن اعتماد استراتيجيتها المؤسسية وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوب الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية وتعكس الهوية الجديدة للوزارة عددا من القيم والمرتكزات وتمثل خارطة طريق لتواجهات الوزارة المستقبلية كما أنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مسادفات رؤية المملكة عشرية ثلاثين والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين بما يسهم في الارتقاء بالنضج المؤسسي وتعزيز القدرات المؤسسية لمتغيرات بيئة الأعمال إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية والوطنية نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل الجروعات المعطاة لفيروس كورونا في المملكة تتخطى حاجز ثلاثة والأربعين مليون جرعة ميزة مضافة تشهدها النسخة الحالية لمعرض الرياضة الدولي للكتاب واحد وعشرين تمثلت في تواجد الكتب الفريدة والتمينة النادرة بمشاركة من دور نشر عالمية تشارك لأول مرة في تاريخ المعرض لعرض أهم وأبرز الكتب والمخطوطات في العالم التي تسلط ضوء على تاريخ الجزيرة العربية تحديدا وتضمنت تلك الكتب سلسلة لرحلات العديد من المستشرقين والكتاب الذين زاروا للمشرق العربي امتازت تلك الكتب بالتنوع والمعلومات النادرة إلى جانب التغليف النوعي والكلاسيكي لأوراقها القديمة وجذبت تلك الكتب بأسعارها الباهضة محب نوادر الكتب والمخطوطات حيث تجاوزت الأرقام نصف مليون دولار للكتاب الواحد وتعد من ضمن أغلى الكتب المتواجدة في معرض الرياضة الدولي للكتاب وتتميز هذه الفرائد عن بقية أقرانها نتيجة لأعمارها الطويلة التي تمتد لمئات السنين محملة بمعلومات ثقافية ومعارفية مغايرة ومن معرض الرياضة الدولي للكتاب ينضم إلينا مراسل واخبار السعودية الزميل محمد الحمادي محمد أهلا وسهلا بك أولا ثم هل لا وضعتنا والمشاهد الكريم محمد في صورة المشهد حيث أنت الآن في معرض الرياضة الدولي للكتاب تفضل محمد نعم يوسف يعني دور نشر من كل أنحاء العالم تتواجد في هذا المعرض الأهم والأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية وفي تاريخ المملكة تاريخ معارض الكتب في المملكة العربية السعودية حينما نتحدث أيضا عن السياحة الثقافية في هذا المعرض فالزائر بإمكانه أن يتنقل بين دور النشر لاقتناء كتاب هو يبحث عنه أيضا بإمكانه أن يتواصل مع الكتاب بشكل مباشر من خلال منصات التوقيع الموجودة في دور النشر وكذلك بإمكانه أن يأخذ أطفاله إلى منطقة الأطفال بالتالي نتحدث عن سياحة ثقافية مميزة في هذا المعرض الذي نشهده اليوم السابع وبقي ربما ثلاثة أيام بإذن الله قادم نتحدث أكثر مع أحد المشاركين في المعرض الأستاذ أحمد علي وهو مدير شركة حروف الكويت للنشر والتوزيع أستاذ أحمد أنت من المشاركين من الكويت من دار نشر أيضا تقدم عديد من المطبوعات والأشياء المميزة حدثنا عن مشاركتكم في هذا المعرض ساكم الله والخير يعطيكم العافية هذه بالنسبة لنا نحن دار حروف طبعا بعد ما قطعنا بسبب جائحة كورونا هذه أول مشاركة في معرض الرياض في شكله الجديد بطريقته الجديد بالتنظيم الجديد اللي حاصل أمانة المشاركة جميلة سبع تيام مرة وبشكل وايد لطيف وخفيف وإن شاء الله باجي ثلاث تيام تكون أحلى دعم أنتوا وش اللي قدمتوا أبرز أيضا إصداراتكم اللي تتاح أيضا للجمهور ومحبي القراءة بالنسبة لإصداراتنا نحن مهتمين بتنويع الإصدارات نفسها مثلا عندنا كتب مترجمة مثل ستيف هارفي ستيفن آر كوفي أوبرا وعندنا كتاب اللي هو 41 قصة هذا الكتاب يحمل 40 كاتب في نفس الكتاب كل كاتب كتب لقصة من 20 دولة مختلفة جميل الزوار للمعرض أكيد يأتوكم بعض القراءة يبحثوا عن عنوين معينة صح؟ صحيح أي فيه عنوين الكل يكون شايفها بالسوشال ميديا أو شايفها بأي مكان أو بأكاونتات أو حسابات الكتاب نفسهم لكن ما تحصل للفرصة أنه يقتني هذا الكتاب لأنه مو كل الكتب تكون موجودة في المكتبات أيضا ما تحصل للفرصة أنه يلتقي مع الكاتب نفسه فالمعرض هذا نقول مكان حلو أن القارة يلتقي في الكاتب أو في الدارة اللي يحب يكرر منها شكرا أستاذ أحمد إذن أيضا نأخذ معنا أحد الكتاب من دولة الكويت الحبيب الرواية الأستاذ عبدالله الدليمي حدثنا أنت أحد الروائيين وقمت بتوقيع أيضا كتابك في هذا المعرض ماذا يعني للكاتب أن يشارك في معارض الكتب بشكله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد جدا أني أكون متواجد في معرض الرياض وبعدين قطع سنتين أن يكون في رجوع للعرس الثقافي هذا طبعا تواجدي في هذا المعرض شيء جدا مفيد لأي كاتب أن أشوف أراء القراءة في إصداراتي السابقة ولما أنزلت إصدار جديد مثل إصدار الأخير يكون في نوع من التعارف ما بينه وبين القراءة الجدد لذلك هو شيء له طابع خاص لكل مؤلف كلمنا شوي عن إصدارك الأخير أنت توقعت في هذا المعرض كم إصدار؟ نعم هو إصدار الأخير وطفلة بجهزة دمراء في إصدار بعد إن شاء الله رح يكون إن شاء الله في معرض الشارقة إن شاء الله ولكن في هذا المعرض هذا إصدار الأخير اللي هو طفلة بجهزة دمراء وقعت أكثر كمية كبيرة والله الحمد الأصدار جميلة جدا في معظم القرى خلصوا في مدة بسيطة جدا هذا دليل أننا عندنا ناس ذو ذائقة في معرض الرياض أنت بصفتك أيضا كاتب ومثقف كيف تقرأ زوار المعارض بشكل عام وأنت تواجدت في معرض الكتاب هل فعلا لدينا مجتمع قارئ دائما ما نجلد في ذواتنا ونقول ما نقرأ ما نقرأ وهذا الحضور الكبير هنا في هذا المعرض ماذا يفعل هنا طبعا لكل كاتب في معرض مهم أنا بالنسبة لك كاتب أنا أهم معرض عندي هو معرض الرياض أنا من 2013 وأنا أحضر هذا المعرض شيء مهم جدا الخليجة أو القارئ في الرياض تحديدا له طابع خاص شخص شرس بالقراءة يعني مو أي كتاب ينتقي بأي بسهولة لازم توصل لذائقته فهذا شيء صعب جدا فأنا أكون حريص جدا أني أكون لما نزل كتاب جديد أكون أني واصل لذاقة هذا القارئ فهذا شيء جميل يعني الله يعطيك العافية وبالتوفيق أستاذ عبدالله الله يحفظك مشكوري على المقابل إذن يوسف ربما هذه يعني أنا أخذ زاوية أخرى من هذا المعرض واللي أيضا تتواجد عدد كبير من دور النشر التي أيضا تعرض وتحرص على عرض إصداراتها الجديدة وبالتالي مواكبة يعني الحراك الثقافي بشكل عام وحينما نتحدث عن أرقام كبيرة هناك يعني أرقام مبيعات عالية جدا تحصدها هذه دور النشر وبالتالي هناك حراك ثقافي واقتصادي في آن واحد وبالتالي هذا النشاط المهم جدا والذي يسعى الكثير من جميع أنحاء المملكة أيضا زوار هنا موجودون من كل أنحاء العالم يأتون خصيصا لزيارة معرض الكتاب وهذا شيء جميل جدا نعم الزميل محمد الحمادي وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا من الرياض من معرض الرياض الدولي للكتاب شكرا جزيلا لك محمد شكرا لضيوفك الكرام وشكرا لك أنت أيضا مرة أخرى أن وضعتنا في هذه الإضافة الثقافية ونقلتنا إلى قلب المشهد والمحفل الثقافي الكبير حيث معرض الرياض الدولي للكتاب شكرا لك تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة 43 مليون جرعا إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 19 مليون شخص لتصل نسبتهم إلى أكثر من 54 مئة من مجموع السكان فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 23 مليون وخمسمائة ألف شخص لتتجاوز نسبة التحصين بجرعة واحدة 66 من مئة من سكان المملكة وفي آخر إحصيات فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 46 حالة تعافي فيما سجلت أربع حالات وفاة جديدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة